طالب مجلس محافظة صلاح الدين رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم جمهوري بتعيين أحمد عبدالله الجبوري أبو مازن بمنصب المحافظ مضيفاً أن كتاب موجه إلى رئيس رئاسة الجمهورية أن ما ورد في كتابه الأخير من ملاحظات والتي كانت سبباً في تعذر إصدار المرسوم لا أساس لها وأشار كتاب مجلس محافظة صلاح الدين الذي تضمن خمس نقاط إلى أن المرسوم الجمهوري كاشف وليس منشأ للمركز القانوني وأن قرار المجلس بانتخاب أبو مازن يعتبر تشريعاً أصلياً في حين أن المرسوم الجمهوري تشريع فرعي ولا يمكن له تعطيل التشريع الأصلي كما تضمن الكتاب إشارة إلى أن مجلس المحافظة دقق القضايا المشار إليها في كتاب هيئة النزاهة وقد اتضح أن تلك القضايا قد تم إيقاف الإجراءات بها بحق المومة إليه لشموله بقانون العفو العام لسنة 2016 وأن الشمول بقانون العفو العام يترتب عليه سقوط الحكم الجزائي كما أكد كتاب مجلس المحافظة أن وجود قضايا قيد التحقيق ولم يصدر حكماً باتاً بها لا يجعلها مؤثرة على شروط العضوية الواجب توفرها في المرشح لمنصب المحافظة مشدداً على أن الهيئة القضائية للانتخابات أجازت الترشيح للمومة إليه لعضوية مجلس النواب إذ لم يثبت للهيئة ثراؤه على حساب المال العام وارتكابه جريمة مخلة بالشرف تمس مركزه القانوني ترجمة نانسي قنقر